الله الصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله ثم أما بعد تزوجت بغير ولي فما حكم النكاح؟ حكم النكاح لو المرأة تزوجت بغير ولي حكم النكاح باطل لقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فالنكاح بإذن غير الولي حرام ولا يجوز والنكاح باطل وما ترتب عليه خلاص بيبقى النكاح باطل خلاص قضي الأمر وتزوج غير وإذن وليه نعمل إيه؟ نصحح عقد النكاح مرة ثانية ويرجع يتزوجها ويعقد عليها من جديد طيب الأسهار المترتبة عليه هل مثلا الولد هنا دي ابنها لو أنجبت من نكاح بغير الولي وهذا ده ولد زنا نقول أنها ولدها للشبه ولدها للشبه لأنها أتت بشهود وقدم لها مهر وقدم لها أشياء أخرى وعقد عند مأزون شرعي لكن كانت المشكلة أن وليها لم يكن حاضر فنقول بأن النكاح باطل لكن الأثار المترتبة على النكاح سنرجع نضبط النكاح بها مرة ثانية ولو حصل إنجاب أو حمل أو زرية ينسب الولد له ويكون ابنه وابنها والله أعلى وأعلم